هذه الوصفة تطلبونيها من سنة تقريبا لهذا ستكون اول وصفة سوف نمسحها من دفتر الدين مالة الوصفات من اطيب المرقات التي يمكن تجربها بالدجاج عدسة احمر مع الدجاج اول مرة ماكلها بالقسم الداخلي تقريبا قبل سبع سنوات و ست سنوات كما دم نجا يجيبينيها لحد الآن اتذكر انها كانت مالة تعالوا ماذا في طريقة العمل؟ وقدري اخليش الزيتون وبصلايا متوسطة احمس هزين من تذبن سأخلي اربع قطع من افخاذ الدجاج وصدر مالدة الدجاجة ستستخدمون الدجاجة كاملة نفس الكمية ستستخدمونها من البهارات والملح والبقية خاشوك كبيرة من النومي بصرة بعد حمس الدجاج خاشوك صغيرة من الثوم خاشوك صغيرة من الكمون خاشوك صغيرة من الهيل اخر شيء بالعلبة نقلب قليلا لما تتمازج البهارات مع الدجاج بعدها سنخلي كوب ونص من العدس تقريبا مطبوخ كم دقيقة حتى تنسرى من عملية الطبخ ومالة التصوير تقلب العدس مع الدجاج عادي تخلوني يعني ماكو فاد مشكلة سنخلي كمية زين من الماء وخاشوك كبيرة من الملح نتركه 45 دقيقة بعدها سنخلي خاشوكتين كبار من المعجوم دوبتوها بالشربة نفسها ورجعتوها للقدرية وخليها كذلك نص ساعة الى 45 دقيقة تتسبك رح يصير القوام مالها فقيل عبادة قيمة بس انكها فخمة جدا جربوها عليكم بالعافية ان شاء الله يا رب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر